النهاردة نهني فريق الأهل لكورت السلة على الفوز ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك قدامكم على الشاشة طبعاً لحظة التتويج من اتحاد المصري لكورت السلة وبالتأكيد البعثة كانت برئاسة معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق النهاردة يمكن البعثة أعتقد خلال ساعة أو ساعتين إن شاء الله هتصل مطار القاهرة مباركة كانت صعبة جداً لأن على مدار الثلاث أشواط وفي الشوط الرابع كمان حتى جزء الأخير كان نادي الزمالك متقدم على النادي الأهل ولكن في آخر ثواني قدر الأهل يقلي بنتيجة المباراة ويحسم اللقب لصالحه بنتيجة 64-60 وزيما نشاهدين طبعاً على الشاشة تأكيداً لقرار مجلس دارة النادي الأهلي كل الفرق الرياضية بترتدي الشارة والشارة السوداء لحداداً على أرواح الشهداء في فلسطين ومبارح كمان كان فيه دعم كبير جداً من جماهير النادي الأهلي في الصلاة المغطاة في البحرين قدامكم طبعاً الشعار والشال بتاع الأشقاء في فلسطين هتلاقيه مع البسكت حتى مبارح فريق كورا لما احتفل كان دايماً علامة الناصر والدعم للأشقاء والقضية الفلسطينية عاشت فلسطين حرة وألف مبروك لفريق كورت السلة ألفوز ببطولة السوبر العودة للقاهرة إن شاء الله بعد أزيل بطولة القوية ودائماً وأبداً من نشاط الرياضي وجميع الألعاب الرياضي في الأهلي تحقق بطولات وتسعة جمهرة في كل الأوقات وفي كل مكان